بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا حبيبي رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام حبايا بقلبي قبل ما نبدأ الحلقة نذكر الله صلى الله على الحبيب المصطفى علشان تكسبوا سواب وأنا أكسب معكم السواب حبايا بقلبي أنا أسفل أن أتأخرت عليكم من بارك بس أنا كنت تعبانة جدا بتمنى لكم تدعو لي بالشفاء العاجل يلا بينا نبدأ حلقتها في صعيد مصر في بيت عيلة كل واحد عنده شقة وكانت الحمة وابنها أحمد اللي تجوز بنت عمه غصبا عن أمه وفي شقة أحمد ومراته مهى كانت مهى مراته بتقوله أنا تعبانة جو جو يا أحمد من أمك مش عارفة أعمل إيه علشان أرضيها أنا بعمل كل حاجة شايلة البيت كله فوق دماغي بس هي برضو بتكره وعلى طول بتجرحني بالكلام وعلى طول بتعيرني لسه لحد دلوقت ما خلفش هو بتقولي بقالك سنتين ولسه حتى ما جبت النشحة تتعايه معلش يا حبيبتي ما انت عارفة أمي ودمخها تغيرها شوي لسه هي غلبانة والله يمكن علشان خاطر أنا ابنها الوحيد وهي نفسها تشيل العياه فعلشان كده بتعمل معاكده معلش استحمليها واعتبريها زي يومي وإن شاء الله هتاخذ على كل ده سواه وقتدخلي بالجن مش جادرة يا حبيبتي مش جادرة كل التجريحات دي فيه مهما قلها ان الخلفة بتاعت ربنا مش بتقتنع بتقولي لأ ان العب فيه طب من هي عاوزة جوازة علشان خاطر تخلف وحدة تاني يجيب لك عيانة أنا تعباد مش عارفة ليه هي عايزة تخرب البيت وتخرب حياتنا معين يا مناس بيتأخروا في الخلف وبعد كده ربنا برزجهم وساعات برزجهم بتوق كل ده رزق وبتاع ربنا أنا مليش دخلي فيه ها أنا لو علي لو كنت أقدر كانت زماني خليت البيت ده كله مليانة عيات بس أنا مش بيدي حاج والله العظيم ما بيدي حاج أنا مش عارفة لأمك بتعمل معايك ده هو أنا يعني مش نفسة أكون أم وأشوف لحتة عيل اهدي بس يا حبيبتي اهدي يا مه اهدي أنا بحبك وعمرك ما تجوز غيرك ما ما حصل وبعدين الأطفال دي بالذات هبوا رزق من عند ربنا لما ربنا تكلم في القرآن عن الأطفال والكمان الفلوس قال بسم الله الرحمن الرحيم يرزق من يشاء يعني ربنا هو اللي بيرزق محدش تاني هو اللي بيرزق علشان كده الأطفال دي هبوا من عند ربنا هدي بيعطيها لللي عاوز يعطيها له إحنا ملناش دخل أنا يا حبيبتي بحبك بحبك جدا وعمري ما قدر أبعد عنك ولعمري قدر أتخيل نفسي مع واحدة خيفة مهما حصل ونعمة بالله يا رب يدينا هدية من عنده يا رب فرح قلوبه يا حبيبي أنا كمان بحبك بس خيفة جدا خيفة تسمع كلام أمه هي أمه تتجاوز أنا تأخرت تأخرت في الخلفة خيفة روح تتجاوز علي واتدمر حياتنا وحبنا وقتها أنا هتدمر خالص ومش عارف أعيش من غيره ومش حابق أعرف أعمل إيه ولا حتى تخلى عنه بقى أنا يا مه أستهل منك الكلام ده يا حبيبتي أنا يا مه آخر ببيتي أنا يا مه أسمع كلام أمي ده أنا وقفت قدامها علشان أتجاوزي فيبقى معمول بعد ما وصلت لك ويوصل لبنت عمي إيه اللي حبيتها أرميها وطلقها علشان خاطر إيه الخلفة أنا اللي بقولي إن الخلفة دي هديا من ربنا ومفيش حاجة بأيدينا يا حبيبتي فهو بعدي إنت قبل ما تكون مراتي إنت بنتي ومستحيل أجي عليك في يوم من الأيام بجد يا أحمد يعني مهما طال الموضوع إنت هتفضل بتحبني وهتفضل تقرب مني زي ما أنت كده ومش هتبعد عني أبدا حبعد عنك لو عملت حاجة واحدة بس بطلت الدلعين وبطلت تقولي لي كلام حلو زي ما بتعملي على طول وكمان شفتي قادينا بسبب كلامنا العفش ده نسيت تتحضريلي الفطار وكمان تكويلي هدومي أناك دي حزع واحد جمس يرضيكي باجة أنا الجمس منيكي لا طبعا هو أنا يهون علي يا جزء حبيبي ينزل من غير فطار كل حاجة جهزة وكمان هدومك ما كوية يا باشا إيه أنت كله أوامرك مجابة أيوك دي مراتي أشتر واحدة وأحلى واحدة الصعيد كلها خطفت قلبي ربنا يخلينا البعض يا حبيبي وما يدخل ما بيننا الشطان أبدا يا رب يخلينا يلا بقى خلينا نفطر ونخلص فطرنا علشان خاطر أروح على شغلي وأنا كمان هخلص أكلي وهزل أشوف والدتك هتحتاج شغلي النهاردة في البيت وانت تعال معايا قبل ما توحي الشغل علشان خاطر تسلم عليها علشان هي بتزعل لما ماته بتمشي على طول من غير ما تخش تقعد معها شوي وبعدها فعلا نزل أحمد ومه بعد ما فطره وخلصه وغيره هدوم والدته أول ما شفته هالت له بفرحة أهلا أهلا نورتي يا حبي والله أنا فرحانة جوي يا ولد هي أنك قبل ما تروح الشغل جيت لي علشان عايز أكلمك في موضوع مهم جوي كنت حموت وكلمك فين باقح بس انت جيت ونمت على طول هانا عايزك في موضوع مهم جوي وما ينفعش نأجله قبل خير يوم محتاجة حاجة ولا اي قولي نقصك اي وانا جيبه لك لحد عندك يا أم انت تؤمري بس بصراحة يا ابني بغل لنا عايزاه مش هتعرف تجيبه طول ما انت معك مراتك دي أنا زيقت من أرض البرد يا ابني دا مش عارفة تخلي في حتة عايق مش عايزانا نفره يا ابني أنا جوزتك علشان أشلك عيائق فانا عاوزك دي أنا تكلمت مع أختي واتفكت معاها ان هي هتجيوزك بنتها علشان خاطر تخليك منها عيائك لان بصراحة كده مش جادر استحمل أكتر من كده أنا ما عنديش غيرك ولازم أن أفرح بيك وبعيالك جابلي ما موت وان ما كنتش عايز تطلق ست الحسن والجمال أرض البردي خليها على زمتك أهي جاعة تخدمنا في البي ما هسمعت كلام حماتها وما يدريتش تمسك نفسها انقهرت في البكاء ما بقيتش مسدقة أن حماتها عايزها تشتغل خدامة لضرتها وعايزة تخرب بيتها اهي تكلمت بنهيار وقالت انتي بتقولي ايه يا حمات ان شاء الله ربنا هيرزقني وهخلي هرم عليكي ما تخربش حياتي وبيتي عايزة تخلي جوزي يتجوز وحدة تانية انا مش هقدر عيش من غير احبا ولا هقدر استحمل ان نتجوز وحدة غيري ان شاء الله ربنا هيرزقنا بالاطفال قرية بجوز والله ان شاء الله ارجوكي ما تعملش فيا كده اهي انتي بقالك سنتين متجوز ابني وكل شهر تقولي لي نفس البكاء ربنا هيرزقني بالاطفال قرية وما فيش حاجة بيحفظ اهي انتي شكلك جدلعب منك انتي اللي مش بتخلي فيك وانا مش هستحمل اكتر من كده انا عايز افرح بيبه عايز اخليه يتجوز ويملال البيت عياه وانتي لازم انت الجبال بيجده مش كفاء انه هيخليك على زمته انتي لازم انترده هرم عليك تظلمي معاك خليه يعيش حياته ومع غيرك ويجيب منها عياه ده لو كنت بتحبيه تضحي علشان تبصصي وتخليه يتجوز ويمجمع عياه بس الظهر كده انك حقد عليه علشان هو اللي بيخلي في انطلاء وعايزاي بجزايا ده بتحجد عليك يا ابن مش بتحبك مهكت منهارة من كلام حمتها ومعايرتها ليها احمد اتكلم بكل هدوء وعاقله قال هو انت ازاي يا امي بتتكلمي كده يعني انت مش عارفة ان ربنا هو اللي بيزق مش عارفة ان الخلفة مش بييد العبد وان هي بييد الرب وكل حاجة بتاعت ربنا وان امرأة ملهاش اي زنب وان كل ده ربنا هو اللي بيختبر صبرنا وان شاء الله هو اللي هيرسونا ليه بتجراح فيها بالكلام ليه لأسلوب كده ليه عايزاها توافق ان انت تخرب بيتها وحياتها واتجوزوا جوزها الواحدة تانية حتى ده ما يرضيش ربنا ده ظلم بقى قول لك يا احمد ايه انت هتتجوز خصبا عنك انت لو كنت تجوزت بنت أختي من زمان ما كنتش تجوزت أرض البور دي كان زمانك دلوقت معاك عاية واتنين بس هنقول ايه ايه انت اللي بصممت تجوز وشفت وصلت لحد فايت اللي عارف تجيب لك حتة عيل يشيل اسمك ولا عارف تفرحه ولا حتى جبت واحدة امك طي جاه احمد ما كانش عايز يخسر والدته هو ما كانش عايز يجرح مراته علشان كده كان بيتكلم للكلام اللي لا يخلي امه تزعل منه ولا الكلام اللي يجرح مراته ويحسسها ان جوزها قابل بهانتها علشان كده اتكلم وقال هو انت يعني كنت ضمنا يا امي ان بنت اختي كايت هتدخل تخلف على طول هي الخلفة يا ناس بايدين العبد وقال لا بايدين ربنا هرام عليك يا امي ربنا هيحسبك على الكلام اللي انت بتقوليه ده وهنا قبل ما نعمى ترد على احمد فان احمد قطحها في الكلام بسرع وقبل ما تتكلم قال لها يا ريت يا امي تشيري موضوع الجواز ده من دماغك قال لان انا بحب مراتي جدا ومش هتجوز عليها مهما حصل مش عايز عياه هي بنتي وصحبتي من الدنيا دي حبيبتي ومراتي ومش عايز اي حاجة غيرها وهنا مهة اللي كانت قاعدة مكانها وبطاية حاست ان قلبها هيطلع من مكانه بعد ما سمعت الكلمتين دول من احمد حاست وجاءنها روحها ردت فيها تاني كانت حاسة ان هي حطير من كتر الفرح لانها هي دايما بتكون شكا ان جوزها ممكن يضعف من كلام امه بس اتأكدت انه بحبها وامره بيسمع كلامه مهما حصل احمد سابه وخرج علشان يروح على شغل اما مهة كانت قاعدة محاماتها لسه اللي كلمة وقالت انت عاملة ايه للوات عاملة له ايه عاملة له عمل ولا عاملة له ايه مخلية بحبك للدرجة دي مخلية تنازل عن احسن شعور في الدنيا هو شعور يكون اب انت منك لله حرم ابني من انه يكون اب انت السبب في كل اللي احنا فيه ده غوري باجا من حياتنا اطلعي برا لو عندك دم مهة ردت على حماتها بكل طيبة لاني مهة ما كانتش عاوزة تعمل مشاكل مع حماتها مش علشان هي ضعيفة لا علشان هي بتحب جزها وبتحترمه وشايفة قد ايه هو واقف في ظهرها فكانت بتعمل اعتبار لامه وبتعتبرها امها مش ان هي قليلة القرامة ولا حاجة وقالت بكل طيبة يا حماتي ارجوك اعتبريني بنتك هس بي انا بروح للدكتور بقول اني مش عندي اي مشاكل بس كل اللي فيها دي ارادة ربنا ولسه ما ارادش انا يعني هعمل ايه والله انا ما عنديش اي مشكلة تمنع الخلف بس لسه ارادة ربنا ارادة ربنا فق كل شي هو ربنا عاوز كده عاوز يشوفنا هنصبر ولا لا عاوز يشوف هنردى بقرار ولا لا انا ما اقدرش اقول حاجة غير يا رب ربنا شايف اني لسه ما اقدرش احمل مسئولية طفل فعلشان كده اخر الموضوع وان شاء الله حيرزقنا كل حاجة بقدر ربنا وربنا لسه ما شافش ان ان انا اقدرش احمل مسئولية دي علشان يدهال بقولك ايه انا زيجتي من كلامك ده يلا ياختي جمع بالوش رح اعملي فطير وروج الدار وكله كل الدار من فوق لتاح وكمان شيل المرات وطلعها على السطح خلصوا كل اللي وراك انا مش عايزة الكهن بتاعك ده فز من قدام ومشيت ما وراحت من غير ما ترد على حماتها وبدأت تعمل شغل البيت كله كل شغل البيت مع انه كان كتير جدا بس هي مضطرة تعمل كده كل يوم بتعمل كده حتى لو البيت نظيف علشان حماتها بتخليها تعمل كده بدأت تشتغل كل الشغل وهي تعبانة جدا بس كانت خايفة تقول لحماتها انها مش قادرة تشتغل لتكراها بزيادة واتكرها في عشتها بزيادة طبعا حماتها بتكراها جدا لان الموضوع بدأ من ساعة ما احمد كان عاوز يتجاوز معها لانه كان بيحبها جدا بس حماتها مش كانت موافقة عليها لانها كانت عايزة يتجاوز احمد بنت اختها نرميه بس طبعا اصرار احمد وحبه لمها خلى امه توافق على الجواز واتجاوزها بالغصف على الرأي امه ونعمة بتكراها كره كبير جدا لمها حتى بعد ما اتجاوزته وعد على جوازهم سنتين الكره لسه مستمر لحد النهاردة ده يمكن الكره زي وبعد ثلاث ساعات من شغل مها كانت حماتها فتح الباب لبنت اختها وامها اللي ايجوا وقعدوا معاها وبدأوا يتكلموا ويقولوا اهلا اهلا نورته جيتوا استلوني بدل حرقة الدم ايه اللي انا على طول عايشة فيها مالك بس يا خلتي يا حبيبتي مين اللي حرق الدم واحنا نحرق دم بعض الشر عليك من حرقة الدم هو انت فعلا لازم تكوني عايشة مع واحدة ارض بور كل ده ولسه ما خلفتش وهي قاعدة مرتاحة ولا هميمها طابعا عايشة ارفاك في عيشتك وحرقلك دم اخلاصي منها بقى ربنا يحرق دمها البعيدة ده كان كلام نرمي اللي نعم عايز اتجوزها لابنها اما مها كانت وقفة وسمع كل الكلام وبينها وبين نفسها كانت بتقول يا رب انت اللي عالم كل حاجة وعارف كل حاجة وعارف انا مخبية ايه فدني يا رب فدني يا رب ودلنا على الطريق الصح وقويني اكمل اللي بدأت فيه واستحمل كلامهم الجارح ده كله انا مش عاوزة في يوم اقول لهم الحقيق مش عاوزة في يوم اجرح احمر لانه ما يستهلش كده يا رب يا رب جويني على كلام يا رب اما بقى عندي الشلة اللي عاديين ونسميهم شلة الحرابية قاعدين بيتكلموا وبيجرحوا في خلق الله وبتقول سيدة اخت نعمة والله يا نعمة يا اختي انا ما عارف اتجوزها على ايه وهو الحب الجامد ده اللي بحبه لها هاكيد عملاله عمل باي مهما فيش رجل في الدنيا يكون مش عاوز يكون اب ده لأي رجل نفسه في الدنيا اول ما يتجوز بعد كام شهر يلاجح تتعايل على ايده وهو دي مليا دماغ تعبانة وهو يمكن تكون دحكة عليه ضمية من تحت تيبه بس بقى يا جماعة حرام عليكم ايه الكلام ده كله اللي تكون وقفة وسمع كل كلام يمكن يكون عندها دم وتجرح زي الناس ولا ايه الله صحيح هي دي بتحس ولا عندها دم ده والشها مكسوف ما بتجرحش ولا عندها دم ولا قرامة زي الناس ما هي لو كان عندها قرامة كان زمانها مشيت من زمان ويسابة البيت والطلق اما دي ما صدقت تتجوز وواحد يرضى بها ومش عايز يطلق هو فضلوا يقولوا كلام جارح جدا لمهة ومهما كانتش بتنطق سمع كل حاجة وسكت فضلت ان هي تسكت علشان ما تخلهمش يتزودوا الكلام وفي المزرعة بتاعك احسن كان شغال بس كان باين عليه الهم اقرب منه صديقه محمد وقال له ايه يا احمد مال شكلك اليومين دون على طول زهقان كده عندك مشاكل في البيت ولا ايه والله يا محمد انا تعبان قوص بسبب المشاكل الي في البيت امي عاملاني مشاكل جوي يا محمد مع مراتي بسبب موضوع الخلط مع ان اخذت مراتي وكشفت عليها عند كام دكتور بس ما طلعش عندها اي مشاكل خالص وقمان لما الدكتور طلب منا حلل مها راحت جابت التحليل وراحت للدكتور علشان ما كنتش فاضي والتحليل صرعت قويسة بس انا مش عارف اقنع امي ان ربنا هو لم اخر الموضوع شوي وهي عمال الجل الجوز بالدخل وانا والله ما عارف اعملت المشاكل دي انا والله راضي ومش عايز ازعل حد خالص ومش عارف اعمل ايه طب ايه رأيك يا حمد انا عارف دكتور كبير اوي انت طبعا عارف الحج النعمية هي ابن الدكتور علي كان دكتور كبير اوي برماس بس لما حصل له مشاكل مع امراته الاجنبية رجعه وبيكشف هنا وناس كتير راحات لحالات زي كنت ومراته والحمد لله اتوصلوا لعلي ايه رأيك تيجي تروح ويمكن فربنا يكرمك وهو ربنا بقول اسع يا عبد ونسع معاه والله طب يلا الروح انا كده كده عين التحاليل كمان الاشعاعات في المكتب اللي هنا في المزرعة تعال الروح اهل واحد يتطمن وكمان يعرف اي حاجة يخرج بيها من المشاكل اللي ام عملها لدي اما في البيت عند احمد كانت مها وقفة تقول لحمدها الاكل جاهز يا حمد كل اللي انت طلبتين موجود تحبا حضر لكم الاكل دلوقتي علشان خاطر تاكلي ولا كمان شوية اي واي اختي حضر الاكل كله وحطته على الصفر علشان اكل انا واختي وبنت اختي اللي ان شاء الله هتكون مراتب هي دي اللي هتملال الدرع اياه مزايك يا اردبور مش عارفة تفراحي قلبي بحطة عايل يلا يا اختي يلا شوفي وراك ايه بقولك ايه وانت بتقدمي الاكل قدميه بطريقة نظيفة جدا كمان مساح الاسباق كوي ومساح الصفر كوي كمان قبل ما تحطلنا الاكل ماشي على فكرة كل حاجة نظيفة احنا الحمد لله نظيف جدا وبنعمل الاكل نظيف جدا انت ليه اصلا بالكلمة بالاسلوب ده انا اتكلم يا حبيبتي زي ما انا عايزة اقول كل اللي انا عايزة انت تنفيزي بالحرف الواحد وانت تاك انت حد تتخدامة هنا تسمعي وتنفيزي انت فاهمة ولا عايزة انا قوم دلوقتي انزل عليك طاح وعرفك امدي ويساعتها محدش هيعرف يحوش عني لازم تعرف حدودك يا ستة هاني لازم تحترميني وتعملي كل اللي بقول عليه فاهمة ولا مش فاهم انت زي تكلميني كده انا مش خدامة عندي انا كنت بعمل كل حاجة في البيت ده فانا بعملها علشان خاطر حماتي وعلشان خاطر ترضى عني اما انت تتكلميني باسلوب زي ده انا مش خدامة عند حد وانا مش محضرة حاجة ولا حتى اكل وريني بقى هتعملي ايه هو انا من كتر ما بسكت فكرتوني ان شخصيتي ضعيفة وان انا ممكن اقبل اهانة زي دي على نفسي يبقى انت فهمتوني غلط خالص انت جليلتي الادب ونقصر باي انت زي تتكلمي بقى بنتو خطب الطريقة دي انت فعلا هنا خدامة وتحمدي ربنا ان احنا مستحمليلي انت تعملي كل اللي احنا عايزينه ولو بنتو اختي جلتلي تنزلي ده اللي كيلي رجلي تنزلي وتعمليها غصبا عني عرام عليكم انتو بتعملوا فيها كده ليه انا انسان فانا قدم يعني لحمه ودمه ومشاع انتو بتعملوا فيها كده ليه انا مش خدامة عندكم واذا كنت بعمل حاجة فبعمل في البيت ده بعملها بطب خاطر مش علشان خاطر انا خدامة انا من النهاردة مش هعمل حاجة واي حاجة في البيت ده مهما تحصل مش هعمله اوروني بقى هتعملوا ايه فوانتو اشكالكم كده لما عدتوا تتكلموا وتعملوا حاجات كتيرة وانا بسكت قلتوا نبدأ بقى نهن فيها وهي عتسكت برضو بس انا مش هقبل كلام زيادة من كلامكم الجارح ده مش هعمل حاجة وهنا نموا اخته وبنت اختها تعصبوا جدا من كلام ما وكانوا رايحين علشان خاطر ينزلوا عليها ضرب بس قبل ما حد منهم يقرب لها كان وصل احمد علبي فوقف بقدامه وقال لهم انت ازاي تفكروا تميت ايديكوا على مراتي ايه بعدوا عن نهر تنسانها طوال يحب لازم تترب توافت لها قدامي وبتتكلم بسطعان انا لازم اعرفها ارض البوري لما بتخلفش دي اميتها هي هنا خدامي طالما هي لسه ما خلفش تبقى حد تتخدامة لراحت ولا جيت انا بقول لك اهو انت لازم انت تتجوز بانتقالك لازم انت تتجوزها والموضوع ده يخلص لحد هاني حرام عليك حرام عليك بس بقى بطالي ظلم بطالي كلمة هي ما بتخلفش دي انا عرفت كل الحقيقة عرفت هي لي من استحمله من استحمله وسافتة كل حاجة علشان خاطر خاطر انا هانا اللي ما بخلفش مش هي هي بتخلف بس انا لا انا روحت النهاردة للدكتور وعملت تحاليل والدكتور عرف ان انا بخلفش هي كدبت عليك وقالت لكم اني انا ما عنديش اي مشاكل علشان خاطر مش تجرح استحملت كل الكلام ده انت ازاي عرفت يا حسن انا قس انا والله ما كنتش عزاك تعرفها بدل الحقيقة انا انا كنت مستعدة استحمل اكتر من كده بس انت ما تحسش باي عجل او تزعب فعلشان كده خبيت عليك وخبيت عليهم وقلت انا استحمل كلامه مجار لحد ان شاء الله ما ربنا يكرمي لان ربنا يقدر على كل شيء كرمي مش سامع صوتك يعني ايه رأيك تقبالي تتجوزيني وانا ببخلفش وتعيش حياتك كلها من غير ما تخلفي وكمان تعيش حياتك كلها من غير ما تسمع كلمة ماما وكمان تستحملي كلام امي اللي بتقوله لماها وكانت مستحمله تقبالي موافقة لا طبعا انا عمر بستحمل ااخد رجل معيو غور انا مش عايزة تجوزك انا ايه اللي يصبرنا على عيشة زي دي انا مش عايزة تجوزك ولا عايزة شوفك ويا خالتي اياكي تفتحي معايا الموضوع ده تاني ابنك هو اللي طولها ما بخلفش وانا عمر ما قدر عيش مع انسان ما بخلفش انت ازاي تتكلم عن ابني بالاسوب ده ده ابني ده زينة الرجالة كله وبعدين انت اللي كنت هتموت وتتجوزي ودلوقتي جاية تقولي انا مش عايزة تجوزه وبتعاير ابني ووقفة تكلمي بالاسوب ده لا يا حبيبتي خليلك ابنك اللي مش بخلي احنا مش عايزين الجوازة دي ولا عاوزين نشوف خليل امرأة اللي مستحملها دي شكلها طولها تعييلة هاط ان هي تستحمل كل ده علشان خاطر بس احنا مش هاط علشان نستحمله علشان خاطر هو في اين استحمله عليه ده معيوب انا لو عليا هجوز بنتي الواحب معيوب يبقى خليها جنبي طول العمر ومجوزهاش احد وهنا مقاها تعصفت جاني لانهم جابوا تيرت جوزها بالكلام السيء ده وقالت بخضب طلعوا برابيتي انتو ذات اتكلموا مع جوزي كده ازاي اصلا مفكريه ان جوزي عمره هيبص ان المين دي ويتجوزها جوزي يوم هيتجوز هيتجوز بنتي حلوه مش شبه البورس الجعان اطلعوا بره ايه انتو ازاي ازاي مفكرين ان انا ممكن اسكتلكم ان انتو تهيني جوزي جوزي احسر راجل في الدنيا انا لو طول كنت عيشتي فوق عمري هختار وهو هعيشه مع احبا ايه وايحبا تنزل دماغك في الارض تاني ارفع دماغك لفوق انا بحبك وهفضل احبك وهعيش معك طلطل عمر ايه العمر اللي يعد من غيرك انت حبي وحياتي وعشي وهفضل معاك لعمر كله النعمة كانت بتبصي الكلام مها وانفعلها ندمت جدا على كل كلمة قالتها لها على كل مرة عملتها بأسر على كل مرة كانت مها بتبكي وبتقولها ان هي بتحب ابنها ندمت ان هي كانت عايزة ابنها يطلقها ويتجوز نرميها ندمت ان هي عايزة ابنها يتضمر حياته مع واحدة زي بنت اختها ويسيبت اللي تحملت كل حاجة علشان كانت بتعيرها وابنها هو المعيوب ندمت ان مها اللي استحملت ابنها وكمان خبت عليه وما رضيتش اتعرفه ان هو اللي تعبان كانت ندمانة جدا النعمة فضلت تهزأ في اختها وبنتها وطردتهم من البيت وبعدها احمد قال لها شفت يا امي شفت انت ازاي مش استحملت كلمتين نرمين وامهم قالوهم علي مع انك كنت كل يوم بتسميمي بدن مها بكلمتين بسبب الخلفة دي وهي اللي كانت مستحملة كل دي علشان وعلشان ما تجرحنش حقك علي يا مها يا بنتي انا كنت غلطانة في حقك جدا انا عرفت ان مهما اعتذرت منك امرك ما هستمحين بس ارجوك حاولي تفتح معايا صفحة جديدة هو كماه تسمحين ارجوك انا ما كنتش اعرف انك طيبة كده انا كنت انسانة وحشة قوي معاك ورغم كده عمرك ما قلت اي حاجة او جرحت ابن وده جميل هشلهولك لحد ما موت فوق دماغي اصل خير يا حمادي متعتذريش انا زي بنتي انا مش عايزة منك اي حاجة غير انك تعامليني زي بنتك وتحسسيني بحنيتك بس هو ده اللي انا عايزة منك مش عايزة الاعتذار ولا تقولي اي حاجة قلبك طيب يا مها طيبة يا بنتي انا بس اللي كان شطاني راكبه انا حاسة ان انا دلوقتي فوقت وبعدت عن الشطان اللي كان هيخلينا دمر حياة ابنه وخليه سيب واحدة زي كما لاك عارفة ربنا واجوزوا الحيا زي ابنت اختي انا اسفة ليكم وانت يا ابن ما تخافش ان شاء الله ربنا هيكرمك لو مش علشاني فعلشانكم لانكم انتو اللي اتنين طيبين جدا ان شاء الله يا ابن انا الدكتور لما شاف التحليل بتاعتي ايه ان انا ممكن اتعالك هو عالك حالة في امريكا بس هيتصل على الدكتور زميله في امريكا يجب لي العلاق وان شاء الله وان شاء الله خير وعدت الايام واحمد كان بياخد العلاق هو كان الكل بيتعيله انه هو يطيل مها وكمان والدته واحمد نفسيته كانت كويسة جدا هو ومها بالذات ان امه التعامل كان غير مع مها وكانت الحياة هدية جدا وعد سنة وسنة ونص هو لسه بتعالك وفي يوم رجع البيت لقامت زين بطريقة جميلة ومها اللبسة فستان شيء ووقفة مستميان ساعتها قال لها ايه جمال ده كله مها هاني افتقرتني ده بقى لها فترة على طول قعدة محمدها ونسياني خالص ولا عاد فيه دلع ولا عاد فيه اهتمام انا قلت اتغيرت علي كده ليه؟ ونقدر بس انت بكاش ده هم اسبوع اللي بعدتهم ايه كمان هكملهم ثلاث شهور علشان انت بكاش هزودهم وهخليهم اربع شهور وبعدين حماتي هي اللي قالتهم نعم نعم ايه الكلام اللي انت بتقولي ده هي حماتك متفقة معاك ان انت تخرب العلاقة ما بيننا ولا ايه هو انت علشان ترد حماتك بزيادة تيجي علي انا ولا ايه ايه ده ايه ده انت ملكت عصبتك ده ليه؟ طب ايه رأيك بقى لما تعرف في ايه ايه انت بنفسك هتقولي لا ايه بعدي عني ثمان شهور كمان بقولك ايه يا مه انا بحبش الكلام بالالغيس وليلي في ايه ما هقربت من جزء وحطت ايديها على وشه وكمان على بقى علشان تسكته علشان يسمحها للنهاية وبدأت تتكلم وتقول بقى لي اسبوع حسد ان انا تعبانة ولم حكيت لحماتي عن التعب والاعراض حسد انه ممكن يكون حامل علشان الدكتور قالك ان الخلاص بدأتي تتعالق وممكن تخلق علشان كده قالت لي ابعد عنك الاسبوع ده اما نشوف وفعلا النهاردة روحت انا وهي عند الدكتورة اللي انا متابعة عندها وقالت لي ان انا حامل وفتوقع ولازم ابعد عنك الفترة دي ثلاث شهور علشان كده قلت ان اقول لك وام الاحتفالية صغيرة بالخبر ايه رأيك بقى ابعد ولا لا عضانها جامد جدا وهو بعيد مش ميصدق كانت كلمات واحدة اللي مترددة على انسانه وهو بقول الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب يا منت كريم يا رب يا منت كريم يا رب الحمد لله انا كنت عارف ان رحمتك كبيرة يا رب انا كنت عارف ان رحمتك كبيرة يا رب ما هكيت بالشارك الدعاء وهو فرحاه وهو عمالي رد حمد وشكر الربنا من النهاردة يا ما من النهاردة ما تعمليش أي حاجة في البيت من النهاردة كل حاجة في البيت أنا هعملها وهجيب واحدة تعملها والديتي حساعد المهم ما تعمليش أي حاجة خلي بالك من نفسك من اللي في بطن لحد ما تقومي بالسلامة أنت وهم أنا مش مسد أنا فرحان أن أكون أب بس فرحان على شانك لأنك برضو بعد ما قلت لخلت وبنتها على كل حاجة رفض أنك تقول لنا وقدبت خلت وبنتها ومخلي الناس يبصولي كأن الآن فيك أنت فأنا كنت بادع كل يوم لأن ربنا يكرمك علشان كلام الناس اللي بتسمعين اللي بيجرح فيك علشان كده من النهاردة ما تعمليش أي حاجة لحد ما تقومي بالسلامة ربنا يخليك لي يا يا حبي صدقني يا حبي حتى لو ربنا ما قرمناش وفضلنا زي ما احنا كده كنت برضو حفظ الحمدى والشكران لأن انت اللي في حياتي الواحدة اللي تتجوز راجل زيك عمرها ما تسيبه علشان أي سبق يفايا أنه راجل وأمانها وسندها وحمايتها أنا بحبك قوي ولو عشتي فوق عمرهم برضو حفظة لحبك هوي توتا 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 أهي خلصة تلحدوتا حلوة يا بنات ولا بنتوتا ويبكده يا أحلى جمهور في الدنيا تكون انتهت قصتنا قصتنا على قد ما هي قصة حب على قد ما هي فيها دروس كتير قوي المغزة من قصتنا حاجات كتير قوي أول حاجة ما تقفتش الأمل وإن رحمة ربنا بيك فوق كل شيء وإن ربنا ما معهوش مستحيل وإن كل شيء كائز وممكن وأكيد مع اللي خلقك ثانيا بقى السطة الأصيلة اللي بتتحمل جزء وبتتحمل كلام الناس علشان خاطر الجزء شكرا لكم النهاردة جواز مهى وأحمد أولا يلقوا لما تلاقوا لما تلاقوا اتنين يستحملين بعض وبيحموا بعض من غير ما يعرفوا أي حد به شكرا لكل راجل بيعرف يحمي مراته وشكرا لكل راجل بيراعي مشاعر مراته وشكرا لكل ست بتروعي جزء وعمرها مجرحيته الناس اللي زي دي هي اللي بتجد ربي الأجيال الصحيحة خلوا بالكم من ولادكم وخلوا بالكم من بيتكم لأن اللي في البيت بأثر على الولاد بتمنى إن القصة تكون عجباتكم وإذا عجباتكم لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس دمتم بحفظ الله ورعاياك شكرا للمشاهدة